بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة بتاعة المحاضرة التمنى الشبطة ده من الشباتل اللذيذة وصغيرة الموجود في بس 3 بروسس plan quality perform quality assurance perform quality control الاولى في مرحلة planning التانية في مرحلة execution التالتة في monitor and control فبالتالي ما عندناش اي بروسس في الانيشيشن ولا في الكلوزينج طيب سريعا ندخل على الديفينيشنز الديفينيشنز في الاول عايزين نفرق ما بين quality والgrade quality دي الدرجة اللي المشروع عايزها المواصفة اللي المشروع عايزها لكن هي مجموعة المواصفات بغض النظر بقى ايه هي الكاتيجريز او ايه هي اللي موجودة في الماركت عموما او في الستاندرد بتاع التكنولوجي ديت على سبيل المسال مثلا لما نيجي نتكلم على موضوع الخرصانات لما نيجي نقول ان فيه خرصانة مقاومتها ضعيفة وفيه خرصانة مقاومتها قوية لو قلنا مثلا تمانية عشرين ميجا بسكال وخمسة تلاتين ميجا بسكال يبقى انا باتكلم كده على لما المشروع ما يختارش الخمسة تلاتين ويختار التمانية وعشرين بقت هي دي المطلوبة في المشروع اي نعم واحدة فيهم احسن من التانية لكن المشروع اختار القليلة فبالتالي هي دي الكواليتي اللي هو عايزها لكن الجريد فيه اكتر من جريد في التكنيك ده او في الديسابلين ده بتاع الكونكريت نفس الحكاية لو خدنا مثال لجماعة بتوع الاي تي مسلا لو قلنا فيه برنامج مطلوب له داتابيز واستخدمه مسلا في الداتابيز لو فيه داتابيز ضعيفة بتشيل عدد قليل من الريكورز وفيه داتابيز تانية بتشيل عدد كبير من الريكورز لشك ان اللي بتشيل عدد كبير دي احسن بس لو المشروع اختار القليلة خلاص يبقى هو لقى اتنين جريد مثلا او اكتر من جريد واختار الجريد القليلة لو انا حققتها يبقى انا كده بطبق القواليتي المطلوبة للمشروع لكن لو المشروع ده مثلا او البروجرام اللي احنا بنعمله ده فيه مثلا باكس او فيه مثلا مشاكل في البروجرام لينز او بيهنك كتير او كده لا يبقى كده دخلنا في حتة القواليتي يبقى كده انا مش محقق القواليتي المطلوبة طيب پريسيشن واكوريسي الفرق ما بين البرسيشن واكوريسي اللي اتنين بيعبرو عن الدقة بس الاكوريسي بتكون النتايج كلها متجمعة حوالين الرقم اللي انا عايزه نتائج كلها قريبة من الرقم اللي أنا عايزه أو متجمعة حوالينا الرقم اللي أنا عايزه لكن مدى قربها من الرقم ده ممكن يزيد أو يقل لكن في البرسيشن بتبقى الأرقام كلها مفيش ما بينها اختلافات كبيرة لكن شفتت بعيد عن الرقم اللي أنا عايزه المثال اللي قدامنا ده بيورينا الفرق ما بين البرسيشن والأكوريسي لو جينا نقارن الأول على المحور الأفقي اللي هما اليمين والشمال عندنا رسمتين على اليمين ورسمتين على الشمال ناخد الأول اللي فوق هنلاقي الرسمة اللي فوق على اليمين النتائج متفرقة متشتتة يبقى كده البرسيشن بتاعتها قليلة هنا النتائج متجمعة يبقى البرسيشن بتاعتها عالية طيب تحت هنا متفرقة يبقى البرسيشن بتاعتها قليلة هنا متجمعة يبقى البرسيشن بتاعتها عالية يبقى الاتنين اللي على الشمال دول هاي بريسيشن لكن الاتنين على اليمين لو بريسيشن كده حتى الان بنتكلم في مدى تشتت النتائج لكن ما تكلمناش قريبين من السنتر قريبين من المكان او من الرقم اللي انا عايزه ولا لا في الاكوريسي الموضوع مختلف هنيجي ناخد مثلا الرسمتين الاول اللي فوق واللي تحت على الشمال هنلاقي هنا متجمعين حوالين المركز وهنا متجمعين بعيدة عن المركز يبقى ده هاي اكوريسي ودي لو اكوريسي اي نعم واحدة فيهم كانت البرسيشن بتاعتها عالية قوي والتانية برضو البرسيشن بتاعتها عالية لكن دي هاي اكوريسي ودي لو اكوريسي لان دي بعيدة عن المركز الرقم اللي انا عايزه ودي قريبة من الرقم اللي انا عايزه طيب وهنا الجزء بقى اللي هو على اليمين الرسمتين اللي على اليمين هنا دي هاي اكوريسي باعتبار ان هم كلهم تقريبا قريبين من المركز نسبيا لكن فيما بينهم تشتت لكن الافرج بتاعهم ان هم قريبين من المركز اي نعمل التشتت عالي فبالتالي البرسيشن لو لكن الافرج بتاعهم بيقول المركز ده المتوسط بتاعهم رايح نحية المركز ده فبالتالي يبقى high accuracy هنا الجزء العليمين تحت ده low precision ولو accuracy هم متشتتين فبالتالي مفيش precision فيهم وفي نفس الوقت الافرج بتاعهم تقريبا بعيد عن المركز الافرج في المكان بتاع الماوس ده ده المتوسط بتاعهم فبالتالي بعيد عن الرقم اللي احنا عايزينه فبالتالي ده low accuracy ولو precision لو خدنا بالنا من شكل الكيرف بتاع standard deviation بالمرة نتكلم عنه الكيرف اللي تحت اللي تحت كل دايرة فيه اربع كيرفات هنلاقي الكيرف ده كل ما بيبقى التشتت قليل بتبقى الانحراف المعياري اللي هي المسافة ما بين الجزء اليمين وجزء الشمال المسافة دي ديقة ده معناه ان في precision عالية التشتت قليل هنا برضو فيه precision عالي التشتت قليل بس هنا انا بعيد عن الافرج المرجو او النتيجة المطلوبة وهنا انا حوالين النتيجة المطلوبة فبالتالي دي بقت high accuracy ودي low accuracy بالرغم من الاتنين high precision طيب هنا الكيرف بقى مفتوح بتاع standard deviation يبقى النتائج متوزع على مسافة اطول يعني كده النتائج فيها تشتت كبير لكن بالرغم ان التشتت الكبير ده اللي هو low precision بس الافرج بتاعهم موجود حوالين القيمة اللي انا عايزها فعلا الكيرف الجزء اللي هو القيمة الاكثر تقرارا اللي هنا موجودة حوالين المتوسط فبالتالي في تشتت low precision لكن قريبين من المركز يبقى high accuracy هنا في تشتت الكيرف واسع وبعيد عن الرقم اللي احنا عايزينه فهو low precision low accuracy طيب نقطة اللي بعد كده to ensure quality عشان يعني اتحقق او اتأكد ان فيه quality موجودة فعلا لازم عندي اربع خطوات ان انا اعرف ايه هو المستوى من الجودة اللي انا عايزه فعلا وبعد كده اعمل شوية matrix قياسات كده او حاجات ان انا هائزها معاملات ابدأ ان انا هائزها واتأكد ان فعلا ال standards اللي انا عامله او processes المفروض اللي امشي عليها فعلا بتتطبق يعني لو فيه quality manual معمول ان هو يتمشى عليه فعلا بيتم اتباعه وفي النهاية اتأكد باستمرار من فعالية النظام اللي عندي ده عشان لو processes اللي انا عاملها مش مناسبة ابدأ اعمل فيها improvement او تحسين او تطوير باستمرار عشان اوصل للحاجة الافضل طيب هنا برضو استكمالا لل definitions ال gold plating كنا اتكلمنا عنها قبل كده ان انا بدي ال client ودي يعني من منظور المقاول طبعا شوية دي بس هو كexperation اللي بقى فاهمينه ان انا بدي ال client اكتر من المستوى الجودة اللي هو طالبه هو طالب level معايل من الجودة وانا بدي حاجة اعلى منه prevention over inspection لا شك طبعا ان انا لما اكون اا يعني بعمل prevention بحاول اشوف المشاكل بتيجي منين وامنع السبب الرئيسي للمشاكل ده افضل من ان انا استنى المشكلة تحصل وروح اعالج المشكلة افحصها الاول واكتشفها وعالجها من خلال اجراءات التست او اجراءات الاختبارات اللي بتتم عشان تحقيق الجودة كلمة marginal analysis تحليل الحدي مقصود بيها ان انا يعني ابقى عارف الجودة دي مفيدة بالنسبة لي ولا لا كاكلاينت يعني كاكلاينت لما اجي اقول مثلا انا عايز اعمل فندق خمس نجوم في منطقة مثلا شعبية شوية او بزيادة فبالتالي ساعتها ابقى عارف ان الفندق ده يعني انا اخدت ان انا هعمل جودة عالية يعني اخدت موصفة عالية لكن في نفس الوقت ملهاش لازمة فبالتالي انا بعمل تحسين ملوش قيمة زيادة فالmarginal analysis معناها كده يعني بغض النظر المثال ممكن يبقى يعني ايه على الموضوع ولا بس الفرق ان هو عبارة عن النقطة ان لا ببحث على النقطة اللي عندها لو حسنت زيادة في الجودة هيكون من غير اي قيمة مضافة فبالتالي مفيش داعي ان انا احسن في الجودة واطلب معيار او مستوى من الجودة اعلى كايزن هو ده يعني نظرية يابانية او مصطلح ياباني مع معناه ان انا اعمل تحسين باستمرار ان انا دايما يعني الامريكان يمكن نظرياتهم مختلفة عن الموضوع ده الامريكان بيقولك يعني جمع التحسينات كلها واعملها مرة واحدة لكن التكنيك الياباني بتاع كايزن ده بيقولك باستمرار يعني ايه زود كل شوية حتة صغيرة في الجودة يعني يحسن تحسين ولو بسيط بس يكون التحسين مستمر جاستن تايم او جيت جيت ده عبارة عن تكنيك مقصود بي ان انا اقلل البضاعة المتخزنة جرش مخازن كبيرة على الفاضي واحط فيها بضاعة باعتبار ان انا لسه مش هنتج مثلا دلوقتي لا بيقولي اقلل البضاعة المتخزنة فبالتالي هتقلل في التكاليف بتاعة التخزين طبعا يعني ما بتصلحش ليه كل العناصر او كل الصناعات او لو كل الاستثمارات يعني اه ممكن تصلح الاستثمارات معينة واستثمارات تانية لا بس نبقى عارفين ان جيت مقصود بيه كده جاست ان تايم جيب فقط البضاعة لما تبقى محتاج انك هتصنع responsibility for quality المسئولية عن الجودة طبعا لا شك ان هي المسئولية الاولى والاخيرة على مدير المشروع باعتبار مدير المشروع هو القائد بتاعهم هو القائد بتاع الفريق فما نلقيش اللهم فقط على الفريق لا المسئولية على مدير المشروع مدير المشروع هو اللي اختار الناس هو اللي بيتأكد فعلا ان هم بيشتغلوا صح ولا لا هو اللي هيحاسب قدام الادارة العليا على ان المشروع الquality بتاعته كويسة ولا لا ماينفعش مدير المشروع قدام top management يقول لهم معلش شاص لنا ما كان يعني جبت فلان الفلاني ده وما كانش كويس فطلع لي جودة مش مناسبة هيقول له طب ليه ما مشيتوش ليه ما قلتش فشيء طبيعي ان هو المسئولية على مدير المشروع يعني هي تركة بس بتنفع في موضوع الاسئلة poor quality impact عايز يقول لي ايه الاثار المترتبة على ان الquality تبقى ضعيفة لا شك ان انا لو عملت حاجة مش مزبوطة هدى ان انا عايدها تاني هيبقى في reward ال reward ده ممكن يكلفني فلوس ممكن يكلفني زمن فبالتالي فيه delay و increased cost low customer satisfaction اخسر بعض العمله او ان العميل مش هيبقى راضي على المنتج بتاعي low morale ضعف الروح المعنوية increased risk زيادة المخاطر دي كده كانت تعريفات وندخل على اول process عندنا اللي هي plan quality طيب في ال plan quality محتاج ك-input project management plan, stakeholder register, risk register, requirements documentation, organizational process assets, enterprise environmental factors التول والتكنيك ندخل كده على اول تول وتكنيك عندنا cost benefit analysis cost benefit analysis معنى ان انا ادرس انا هتكلف ايه وهكسب ايه compare the cost of the quality step to the expected benefit ايه هو العائد اللي جايلي فعلا من ال quality دي طب انا بختار quality عالية طب ليه بختارها هل في فعلا عائد هيجيب لي يعني حق ال quality اللي انا بختارها دي ولا لا انا كده باخد quality على الفاضي زي مثلا المثال بتاع ان انا بعمل خرصانة مثلا ضعيفة بس انا مش محتاج حاجة قوية انا بعملها بس لسقف والسقف ده مايل ومش هيبقى عليه تحميل يعني السقف ده عبارة عن زي مثلا شبه الاكواخ مثلا او الهناجر فهيبقى السقف ده مايل فممكن بس ان شخص يمشي عليه لكن مش هيبقى فيه مثلا دور تاني فوق السقف ده فبالتالي مفيش مش متوقع مثلا ان يبقى فيه عفش واساس وفينيشينج وورك والكلام ده كله لا ده هيبقى سقف مايل يعني فمعلوش لود عالي طيب اختار له ليه خرصانة بيه جودة عالية طب ما هي الجودة القليلة دي محقق الغرض طيب خلاص يبقى دي بالنسبة لي هي القواليتي بتاعتي فبصرف تكاليف بزيادة يبقى الكوست اعلى لو كنت هعمل خرصانة تحملها اعلى بزيادة من المطلوب فهي دي موضوع الكوست بنيفت اناليسيز ان انا بقارن ما بين البنيفت اللي جايلي والكوست في موضوع الكواليتي اجزامبلز اوف بنيفت المنافع المسلا اللي ممكن تتحقق ليه لشك ان انا لما بشتغل بجودة كويسة او مش كويسة يعني بزيادة لا جودة مناسبة هيبقى فيه لس ريوارك مش هعمل ريوارك تاني هاير بوردكتيفتي انتاجية اعلى لور كوست انكريزد ستيكهولدر ساسفاكشن انكريزد بروفيتابيليتي الطول والتكنيك اللي بعد كده عندنا cost of quality تكلفة الجودة تكلفة الجودة عندي بتنقسم لحاجتين تكلفة الconformance cost of conformance معناها التكلفة اللي انا بتكبّدها عشان المنتج يطلع مطابق للمواصفة وcost of nonconformance التكلفة اللي انا هتكبّدها لو المنتج طلع غير مطابق للمواصفة طيب cost of conformance money spent during the project to avoid failure عشان اعمل Avoidance عشان اتجنب ان تحصل Non Conformance عندي بينقسم لحاجتين Prevention تكلفة للمنع للمشكلة تحصل وأبريزلز عبارة عن اختبارات انا بعملها على المنتج عشان اتأكد فعلا انه هو Conformance تكلفة Prevention Training تدريب بضرب الناس Equipment اي معدات او Tools هستخدمها عشان المنتج يطلع صح Document Processes العمليات اللي عندي ان انا بعمل لها Documentation يعني بشكل كويس Time to do it right الوقت اخدوا الوقت المناسب لان انا اعملها صح حتى لو كان اكتر دي تكلفة علي تكلفة زمنية ان انا بستالك ممكن وقت اكتر بس افضل من ان انا اعمل المنتج غلط وارجع عيده تاني أبريزلز الاختبارات زي Testing الاختبار نفسه Distractive Testing Loss الخسارة اللي بتنتج عن بعض الاختبارات يعني الاختبارات مثلا بتاعت الخرصانة بنعملها على العينة بتاعت الخرصانة قبل ما تتصب في اختبار تاني بعد ما العينة خلاص بعد ما المنتج تصب يعني كخرصانة وبقت صلب الخرصانة نفسها بقت نشفة وقلقانين انها ممكن ما تبقاش كويسة فباخد عينة من المنتج اللي تصب فعلا من السقف المصبوب ده او من العمود او من اي ان كان المنتج باخد منه كور مثلا او عينة العينة دي ببقى انا كده اتلفت جزء في المنشأ فدي تكلفة علي تكلفة الاتلاف او تكلفة الخسارة نتيجة الاختبارات المتلفة الانسبكشنز عملية الفحصات نازلة نازلة تعمل انسبكشن فدي تكلفة علي طيب cost of non conformance لو المنتج بقى اعتلع غير مطابق لو غير مطابق للمواصفة المطلوبة money spent during and after the project ليه because of failure بسبب الفيلير تنقسم لنوعين internal failure واكسترنال failure internal يعني جوه المنظمة جوه المؤسسة نفسها هيحصل ايه rework يعني ان انا هعيد الشغل مرة تانية او scrub ان انا هاخد المنتج البيز ده وهرميه ابيعه كخردة scrub يعني خردة هبيعه وان انا ممكن يتباعه ممكن كمان ما يتباعش مثلا يعني لو اعمال لها قيمة تتباع زي الحديد او كده حاجة ملهاش قيمة زي خرصانات تلفة مثلا دي ما مش هتتباع يعني فبالتالي هتبقى scrub او ملهاش لازم يعني external failure بيبقى بره المؤسسة ومشان اللي باكتشفه بقى جوه المشروع ده بيكتشف من بره زي مثلا اه حاجة اتباعد خلاص سيارات شركة انتجت سيارات وسيارات اتباعد والعميل هو اللي اكتشف المشكلة وجاي بيرفع عليهم بقى قضية ان فيه مشكلة فبالتالي الموضوع دخل فيه liabilities وwaranty work وlost business قد كمان ان انا اصل لان انا افقد البزنس دوت وتتقفل الشركة مش بس انه هو liabilities او الwaranty بتاعت المنتج طيب ده كده ايه التكنيك بتاع cost of quality عندنا بعد كده seven basic quality tools فيه سبعة تولز خاصين بالقواليتي هم سيجمعوهم مع بعض وسموهم seven basic quality tools السبعة التولز الرئيسية للقواليتي اول واحد فيهم اللي على اليسار فوق اللي هو cause and effect diagram cause and effect diagram بيسموه برضو fish bone لان المنتج بتاعو بيبقى شبه عظمة السمكة او بيسموه ايشي كاوا ده الاسم الياباني بتاعو يعني cause and effect معناه السبب والتأثير ليه تسمى كده لان انا بيبقى عندي مشكلة باجي احطها مثلا في الجزء الرمادي ده المربع ده واقول ان هي دي المشكلة وابدأ اطلع منها فرع كده والفرع ده بابدأ ان انا اطلع بقى فروع كتير اقول مثلا انا عندي مشكلة معينة بعايز ادرسها المشكلة دي منها اسباب معينة واحد اتنين تلاتة اربعة طيب والسبب الاولاني ده ابدأ افرع منه سببين تنين او تلاتة اربعة تنين واكذا ابدأ ان انا افرع فرع فرع بحيث ان انا احاول يعني ااخد طريقة تساعدني على التفكير وتقسيم الاسباب قدامي بيسهل لي عملية ابتكار المشاكل او الحصول على الاسباب طيب يعني ابتكار ان انا اوصل لا اسباب قد تكون هي اللي قدت للمشكلة ده بسميه فشبون او عظمة السمكة او كوز اند افكت دياجرام اللي جنبه على اليمين بيتسمى فلوت شارت وبرده ممكن يتسمى بروسس ماب الفلوت شارت خريط التضفق بتاعت العمليات يعني كلنا عارفين انه بيبقى كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم حاجة معينة شرط اختبار شرط منطقي ايف ياس كمل ايف نوت اا لو ما تحققش ارجع تاني هنا وكذا يعني كلنا ايه عارفين موضوع الفلوت شارت الاتشيك شيت او التالي شيت وممكن تستخدم كاتشيك ليست اللي هي موجودة هنا زى شبه الجداول بتاعت المثلات مسلا ان انا بعمل شروط معينة مثلا او بعمل فانشنز معينة المفروض ان انا اه اعملها او م anak ses معينة ادوار انا المفروضة حقها وبعمل تشيك كده لما الحاجة تخلص مثلا او اعمل تشيك دي خلصت دي خلصت دي خلصت دي خلصت دي خلصت دي خلصت ومي الشرط انه مي بعمل واحد لا ممكن يبقى خمستاشر عمود عشر اعمدة اي ان كان التاسكس اللي عندي ايه بحيث ان انا بتفدني بشكل كبير اوي لما بقى شغال مثلا في ايه فاعمال متفرعة وما عنديش تسلسل زمني لها وعلى حسب اللي فاضي مثلا عمال اعمله عمال اعمل هنا شوية وارجع هنا وارجع في جزء تاني اعمل حاجة تالتة وهكذا فبقى ايه صعب جدا ان انا اعرف ايه اللي خلصته وايه اللي ما خلصتوش بسبب تشتت الاعمال وكثرتها يعني فببدأ ان انا كل ما خلص حاجة اعمل تشيك على السل او الخلية بتاعتها باريتو دياجرام اللي على يمين الشيك شيتز الباريتو دياجرام يعني باخد المشاكل اللي عندي وشوف اسبابها ايه وجمع الاسباب وابدأ ان انا ارتبها على سبيل المثال يعني مشاكل واسباب وابدأ ان انا ارتبها لقيت مثلا برتبها من الكبير للصغير لقيت مثلا ان في سبب معين هو اللي مسبب معظم المشاكل معظم المشاكل جاي من السبب ده بلاقي جبين في البارز كده ان هو ده هو ده اكتر واحد هو ده اللي مسبب عندي معظم المشاكل فبقول اه يبقى كده 80% تقريبا من المشاكل جاي من السبب ده اللي هو 20% من الاسباب باعتبر ان انا مثلا عندي 5 اسباب فعشان كده سموها قاعدة 80-20 used to identify the vital few sources 80 على 20 vital few sources يقصد بيها الاسباب الاليلة بس المهمة او الحيوية او الرئيسية هي اسباب او ممكن يبقى سبب واحد بس هو ده اللي عامل المشاكل الكبير عندي فبالتالي لو صلحت سبب واحد ممكن اتجنب 80% من المشاكل فبريته عبارة عن زي البارت شارت بس بلتبه من الكبير للصغير بحيث ان انا اعرف مين فيهم هو اهم واحد او مين فيهم اللي عنده الويت الاكبر وعامل معظم المشاكل الهيستو جرام عبارة عن البارت شارت اللي احنا بنشوفه دوت بس بشوفه على شكل التوزيع التكراري اللي هو موجود قدامنا يعني زي نفس موضوع بريته بس ما برتبش بقى من الكبير للصغير برتبهم بالشكل الطبيعي العادي ده الهيستو جرام لا شك كلنا اتعملنا معي الكنترول تشارت هنفصله في الصفحة الجاية بس يعني ايه اه خلي شكله كده بس نقول عليه ان انا عندي ليمت ده والليمت ده وعندي الابريج بتاعهم ومع الزمن المحور الافقي ده الزمن والمحور الرأسي النتائج مع الزمن عملا ساجل دي كت النهاردة دي بكرة دي بعد ودي بعد بعد وكزا عمال مع الزمن اخد قراءات والقراءات دي عمالة ترسم لي شكل كيرف ده بسميه كنترول تشارت عشان اعرف ان انا خرجت اوتوف ليمت ولا هل خرجت برا الليمت اللي عندي ولا لا وهنا اعرف ان انا عندي اتنين ليمت بس خلينا في الصفحة الجاية اه سكاتر دياجرام سكاتر دياجرام ان انا بارسم النقط اكس واي مثلا عشان استنبت علاقة معينة ببدأ ان انا ارسم النقط وابتبقى النقط مبعثرة عشان كده بيتسمى سكاتر ومن خلال النقط دي ببدأ اعرف الترند العام ليها العلاقة العامة ليها او امرسم لها مسلا خط سواء خط عادي او خط كيرف او على اللوجي سكيل بحيث ان انا استنبت معادلة معينة من النقط دي تتعرفني ايه العلاقة ما بين اتنين فاريابلز مسلا والسو نون از كوريليشن شارت ممكن تسمى كوريليشن شارت عشان هي فعلا شارت بيطلع لي او بيستنتج لي الكوريليشن او العلاقة ما بين متغيرين يستخدم عشان اعمل تريسنج او متابعة او استنبت كمان العلاقة ما بين متغيرين اكس واي طيب الكنترول تشارت عايزين ناخد فيه شوية ملاحظات كده ان انا عندي نوعين من الليميتس واحدة اسمها كنترول ليميتس واحدة اسمها سبيسيكيشن ليميتس الكلينت ممكن يقول انا عندي سبيسيكيشن ليميتس ان مثلا بصنع اه 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 او او ثقب في حاجة والثقب ده اه اه ممكن ان هو يكون الديامتر بتاعه تلاتة صمتي. والثلاثة صمتي دي مسموح� لي فيها اثنين ملي فوق او اثنين ملي تحت البوش او الخلوص ده. مسموح بي اثنين ملي فوق او اثنين او ناقص اثنين. هؤلهم او rond او ضخش واحد. يبقى انا عنده control هقول لهم بصوا انا عايز plus او ناقص واحد بحيث ان انا اضمن عشان لو تلعت برا ال control ما تبقاش برا بشكل كبير قوي فما تطلعش كمان عن specification limits فالspecification limits بتبقى اوسع من control limits فالcontrol limits represents organization quality standard لكن specification limits represents customer requirements and will be outside control limits ستبقى برا برا يعني فوق الحد الاعلى وتحت الحد الاقل يعني هي اكبر ال range بتاعها اكبر من range او limit بتاع control limits طيب out of control معناها برا control limits انا عندي قلت فيه control limits لو النتيجة تلعت براها يبقى ده out of control حتى لو كانت جوه specification limits ممكن specification limits ابقى لسه ما تخططهاش لكن انا برا ال control limit فده بسميه out of control or non random data points لو كان فيه حاجة non random لو ترعنا للشريحة اللي فاتت انا عندي هنا في ال control شرط شايف النتائج طلعة نازلة بشكل عشوائي لكن لو لقيت تجمع لعدد كبير من النقاط كلهم على يمين او على شمال ال average بتاعي يبقى كده غريب يعني ده مش random سبعة مرة واحدة جوم ورا بعض لا يبقى فيه حاجة مش مزبوطة يبقى هنا كده ده out of control حتى لو كانوا جوه ال control limit ودي بسميها rule of seven rule of seven series seven points سبع نقاط متتالية in one side على جنب واحد دي بسميها rule of seven وبتبقى non control او out of control البنشماركينج بنشماركينج مقصود بيه القياس ان انا بعمل reference لحاجة تانية ده عملية البنشماركينج ان انا بقيس النتائج بتاعتي على نتائج مشروع تاني واشوف الخبرات السابقة بتقول ايه عشان اعرف من الحاجات اللي فاتت دي عملية البنشماركينج ال design of experiment تصميم تجربة معينة دايما لما باجي مثلا ببقى بدرس عدد من المتغيرات وبقى عايز اعرف تأسير المتغيرات دي عامل ازاي الطريقة التقليدية ان انا اخد متغير متغير واحد اغاير المتغير ده ازود واقلل فيه عشان اشوف التأسير بتاعه واخد متغير تاني بعد كده واحد ازود واقلل عشان اشوف التأسير بتاعه دي حاجة متطورة شوي بتقولي لأ انت ممكن تعمل معادلة معينة للمتغيرات دي عشان اعرف تأثيرهم كلهم من تجربة واحدة زي المثال اللي هو كان بيقول مثلا ايه علب مثلا بتاعت السجاير وفيهم واحدة وزنها مختلف وانا عايز اعرف العلبة دي بشكل معين فبالتالي طيب اعمل ايه من وزنة واحدة فكان بيقول خد من الاولى واحدة ومن التانية اتنين ومن التالتة تلاتة ومن الرابعة اربعة عشان لو تلعي الفرق واحد يبقى المشكلة في الاولى اتنين يبقى في التانية تلاتة في التالتة اربعة في الرابعة وهكذا فانا بعمل تصميم لتجربة احصائية معينة بويتس معينة لكل برامتر او لكل متغير من المتغيرات عشان من تجربة واحدة بدل ما اعمل التجربة دي الاف المرات او مئات المرات لا اعملها مرة مرتين بس بحيث ان انا اعرف تأثير كل متغير فيهم فبالتالي يبقى عايز اعرف تأثير متغيرات عديدة بس من غير ما اجرب مرة مرة على كل متغير لا عايز على كل المتغيرات هغيرهم كلهم مرة واحدة بس كل واحد هيددي ويت معين فدي بسميها design of experiments تصميم التجربة الستاتيستيكال سامبلينج العينات الاحصائية طبعا يعني كلنا عارفين موضوع الستاتيستيكال سامبلينج مقصود بيه ان انا مدرسش البوبيوليشن بالكامل او العينة او المجتمع بالكامل لان انا اخد بس سامبلز منها السامبلز دي ممكن تبع خمسة في المية عشرة في المية او ايا كان يعني زي موضوع الكونكريت انا مش هاخد مثلا مع كل صبة بيصبوها هاخد العينات لا انا هاخد مثلا ايه مع كل عربية خرصانة جاية مثلا او مثلا بنتج حاجة معينة زي مثلا العربيات او اي قطعة معدنية مطور مثلا او كده مش هاخد اختبر كل المواتير لان اختبر مثلا خمسة في المية من المواتير بس بس باخد العينات دي بفريكونسي مخطط له وصايز معين يعني كلها قد ايه وحجم العينات نفسها هاخد كام واحد مثلا من الباتش اللي جايه لي ديت فيه اديشنال تولز ادوات اخرى فيه تولز وتكنيكس مشتركة ما بين البروسيسز المختلفة البلان كواليتي والاشورنس والكنترول التلاتة دول فيه ما بينهم بروسيسز مختلفة فعشان كده احب بس ان هو يقسم البروسيسز ما تبقاش كلها بتتعطى مرة واحدة اللي هي المشتركين ما تبقاش كل التولز والتكنيكس بتعطى مرة واحدة في بروسيس واحدة اللي هي البلان كواليتي فااجل بعض التولز التانية وقال ان هو هيشرحها سابقا لاحقا في الكواليتي اشورنس بروسيسز ودي هتبان معانا بعد كده في البروسيسز الجاية الاوتبوت الرئيسي عندنا هو الكواليتي مانيجمنت بلان خطة ادارة الجودة ولا شك ان هي خطة زي بقية الخطط جزء من الخطة الكبيرة اللي اسمها بروسيك مانيجمنت بلان بتوضح البوليسز بتاعة الشركة ازاي هتنفذ موضوع الكواليتي مانيجمنت ممكن يبقى فيها التالي الكواليتي ستاندرد هل احنا هنتبع ستاندرد معين الميتينجز اللي احنا هنعملها الخاصة بالكواليتي هنعمل اجتماعات اسبوعية شهرية نصف شهرية يوميا ايا كان ايه هي الهدف بتاعي او الاستراتيجي بتاعتي من ناحية الاجتماعات هو المانيج كواليتي وين وات دير ديوتز ويل بي مين اللي هيبقوا مسؤولين عن الجودة وهيشتغلوا باي شكل وامتى هتكون الزيارات بتاعتهم او الانسبكشنز اللي هيعملوها الميتريكس اللي هيتم قياسها ايه هي المعاملات اللي انا هبدأ قائسها زي موضوع اجهاد الخرصانة number of bugs بير مثلا كود بيج او زي ما بيسموه في الاي تي عدد الباكس في الكود مثلا او في الموديول الواحد متريكس اللي هتستخدم quality reports التارير بتاعت الجودة اللي انا هتطلعها شكلها ايه وهتطلع امتى ومين اللي هيبقى مسؤول عن تطلعها وهكذا what deliverables will be measured and when ايه هي deliverables اللي انا هختبرها وامتى هيتم الاختبار frequency بتاعت الاختبارات دي دي كده quality management plan من ضمن الاوتبوتس عندي برضو process improvement plan دايما بيقولي وانت بتعمل planning للquality ما تبصش بس تحت رجليك وتخطط لازاي هدير الجودة لا كمان الprocesses اللي عندك حاول ان انت باستمرار انك تحسنها الprocess بتاعت ازاي ان انا هعمل quality control وايه الassurance هعمله ازاي والtools او الprocesses المختلفة اللي عندي الخاصة بالquality انا مطالب برضو ان انا احسنها فمش بس ان انا ابقى عليها زي ما هي لا ممكن اكتشف اثناء سير المشروع ان الprocess دي محتاجة تتزود عليها checklist معينة محتاجة ان هي تعالج الموقف بشكل معين نتيجة error حصل لما استخدمنا الprocess دي نسينا حاجة في حاجة واعت مننا يبقى محتاجين نعمل improvement فخطة تحسين العملية هي برضو جزء من اجزاء خطة ادارة المشروع project management plan that analyze processes to identify activities which enhance their value it helps increase efficiency customer satisfaction and prevent problems بتساعد في لشك منع المشاكل وتحسين customer satisfaction رضا العميل وبتزيد الفعالية طيب المتريكس بحدد ايه هي المتريكس اللي انا هقسها ايه هي الخصائص اللي انا هعمل لها inspection هعمل inspection لايه هعمل inspection لو بعمل دهنات thickness بتاع الدهنات مثلا اللون هعمل inspection ليه dimension طول وعرض وارتفاع هعمل inspection ليه levels بتاعت الارض هعمل inspection لمسلا خط مواسير بان انا اشوف في تسريب leakage ولا لا وكذا بحدد ايه هي المتريكس القياسات اللي انا هقسها امثلة عندي defect frequency failure rate cost control on time performance الchecklist كلنا عارفينها طبعا اتكلمنا انا في الcheck sheet بطلع ايه هي الchecklist اللي انا هستخدمها عشان ابقى بتابع البروسيس بتاعتي بيتم التنفيذ ولا لا used to verify that a set of items مجموعة من العناصر has been performed تم فعلا تنفيذها كخطوات ولا لا بكده يبقى خلصنا البروسيس الاولى plan quality وخلصنا الجزء الاول من محاضرتنا معدنا يوم الاثنين باذن الله مع الجزء التاني والبروسيس التانية اللي هي quality assurance ما روانز موسيقى